بص هم ست سنين صعبين جداً جداً من 18 لحد دلوقتي مرينا بحاجات كتير جداً فعلاً يعني جزء أولاً يمكن من السنين الأولى كانت الحرب على الإرهاب دخلنا في الكورونا دخلنا في الحرب الرسولة الأكرانية دخلنا في العدوان على قطاع غزة فلسطين يعني مرينا بحاجات صعبة جداً 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 ويمكن ده سبب من الأسباب اللي خلى أنه في قوة حزبية كثيرة الحقيقة بتسمن المجهودات بتاعة الحكومة المستقيلة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اللي استقالت وإن كان الدكتور مصطفى مدبولي وده بالمناسبة حاجة رائعة بالنسبة لي جداً ده بجد يعني جداً جداً وأنا بتكلم بمنتهى الأمانة ولو ما كانش الدكتور مصطفى مدبولي هو اللي هيشكل حكومة كنت بالتأكيد بالتأكيد والله العظيم أنا ما بهزر كنت لازم هكلمه هشكره بشكل شخصي بعيداً عن البرنامج والهوى والشغل وما إلى ذلك لأنه هذا الرجل شديد الإخلاص شديد الأمانة شديد النشاط وبالمناسبة هذا الرجل يملك رؤية حقيقية وبالمناسبة دكتور مصطفى مدبولي هو واحد من أهم أسازة التخطيط اللي في الدنيا بس عشان تبقى عارفاً ده بجد يعني واحد من أهم الأسازة اللي في الدنيا مش اللي في مصر ده بجد وبعدين ممكن نبقى نتناقش فيها يا فهم شالوا شيلة وشيلة كانت حملها تقيل جداً جداً غيرهم ما كانش عليه أي أعباء خالص ولم يستطع أن يحرك البلد للأمام ولو صمت واحد بل بالعكس خدوا البلد وغرقوا بينا يعني أنا أفتكر كان أيام الإخوان قل لي كان إيه اللي واقف قدام الإخوان إيه التحدي الوحيد اللي كان قدام الإخوان لا توجد أي تحديات على الإطلاق كان عندهم رئيس جمهورية إخوان رئيس الحكومة إخوان كل تشكيل الحكومة إخوان بل إنه ما كانش فيه حتى خناءة سياسة جوه أصلاً ده كان فيه كثير من القوة السياسية كانت بتعتبر إن الإخوان رفاق الميدان ودي في حد ذاتها كارسة يعني لأنها لم تكن حقيقية بحال من الأحوال ولا تنسى أبداً إن الإخوان كانوا بيسبوك في المظاهرات ويطلعوا يجروا لما كنت تهتف ضد المبارك الحقيقة يعني الله يرحم الجميع كانوا بيسبوك ويجروا أول بس ما أنت تهتف يفلق مظاهرات جميع النور تشهد وغيرها يعني عارفت ذاكرة الأمة أن الحاجة دا أصلي ما نساهاش أبداً يا فتجيت تقول لي كطب كانت إيه التحديات اللي قدامي الإخوان ولا حاجة خالص الدنيا كانت عاملة زي سجدة حمرة ميت فل لا مش بس كده وحبايب الإخوان وحبايب الإنجليز وحبايب الصهينة والللي الصديق الوفي إيه لو تفتكروا يعني فكان إيه لما كان بعت الخطبة على الصديق الوفي يلا الله يرحمه الله الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى مش بتاعة البشر إيه المهم فكان عنده الصديق الوفي وكان عنده الأمريكان دعم غير مسبوق وعنده الإنجليز محتضنين ومحتضنين تنظيم الدولي ولا حد بيقوله تلت التلاتة كام دا مش بس كده واصحابه بقى مسيطرين يمين وشمل 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 كله وبالرغم من ذلك أخفق الإخوان في كل شيء مشوا باتجاه أنا بقولك كلام دا ليه علشان ما نجيش تقول يوسف إيه علاقة الأخواني أقولك لأ دا في علاقة جبيرة جدا جدا لما آجي أقارن في كده جملة لطيفة يقولك خير لك أن تكون أسدا بين الأسود على أن تكون أسدا بين النعاج واخبالك آه إحنا من 2014 إحنا سود إحنا كنا متخنقين مع الأمريكان وكملنا متخنقنا مع الإنجليز وكملنا طبعا مع الصهينة ومكملين متخنقين مع كل القوة المتعلقة بالإسلام السياسي اللي كانت بتسيطر على المنطقة للأسف الشديد للأسف في وقت مر من الدهر والزمن وكملنا وعملنا وخضنا تحديات وتخطينا معوقات وقدرنا نبني بلد من أول وجديد عشان بس إيه تبقى فكر لهذه الأسباب مجتمعة يجوز ويمكن يكون فيها أزيد منها وأكتر القوة الحزبية كانت الحقيقة بتثمن على التشكيل